اهلا بحضر لكم مرة تانية برحب بضيفنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي المتميز محسن الاملوم سهلا الخير عليك محسن سهلا الخير يا كاب أخبارك الحمد لله تمام كله تمام تمام الحمد لله عايز أعرف قبلت خبر طبعا رحيل بيتس موتسماني عن النادي الأهل ازاي ورؤيتك كمان للفترة اللي عادة رؤيتك لتعامل مجلس الإدارة مع هذا الملف وكمان الفيجن بتاعك للفترة اللي جاية النادي الأهلي حي دير الموضوع ازاي يعني بسم الله الرحيم أنا كنت شايف ان رحيل مستماني كان مسألة وقت مش عشان هو فنيا مش مناسب لا بالعكس يعني فنيا حقق حتى مع النادي الأهلي نجحت بصراحة سيتذكرها التاريخ انه اثنين دوري أبطال واربعض اثنين سبر أفريقيا واربعض اثنين تالت عالم الأندية واربعض كل دي إنجازات بصراحة بتحسب ليه بعيد طبعا على الإنجازات المحلية ودايما هو في المباريات القبرى كان يبقى عنده توفيق عالي يعني او بيجد التعامل معه منها طبعا مباريات الدرب المصري من الأهل والزمال بيجد التعامل مع الأمور دي لكن هو اللي بقوله انه هو كان مسألة وقت اللي انه هو تصريحاته لا تتناسب أبدا مع قيمة النادي الأهلي يعني هو يبدو انه هو مش عارف او عارف بس ما عرش ايه اللي في دماغه يعني انه هو دايما تصريحاته بتبقى مش موفقة يعني لو حضرك اتلاحظ الفترة الأخيرة قبل كده دايما يطلع بتصريحات انا مش عارف مطلوب مني الفوز على طول طبعا ده طبيعي ده ده صريحات أصل لا تديني الأهلي ده بالعكس تديني الأهلي مكانته الطبيعية انه دايما فريق كبير دايما يبحث عن الفوز التعادل عنده خسارة خسار البطولة بعد مثلا لو خدت عشر بطولات لو ده خدت عشر بطولات وكسرت واحدة كارثة بالنسبة للأهلي ده طبيعي في النادي الأهلي بالنسبة يقول لك الضغوط دايما عالية من الجمهور ده طبيعي جدا الناس مش عارضية ده بيفسر قيمة النادي الأهلي يعني انت واضح هو عشان كده ده النادي الأهلي بالضبط ما هو انت الناس يقول لك حتى ما ترى التغريدات بتاع الأخوة مثلا الجمهور من المنطقة العربية كلها خليج وحتى الشمال الأفريقي يقول لك غريب الأهلي يعني في متصدر الدوري أو عنده مباريات مؤجلة لو فاز بها يتصدر في بطولة أفريقا وصل نهائي ثالث مرة على التوالي واخد بطولات وكذا وكذا ومع ذلك الجمهور مش عارضية ما ده طبيعي لأنه دائما يبحث عن الأفضل مش موضوع خط بطولة وخلاص بقى ده مش النادي الأهلي يعني فهو في تصراحاته كانت غير موفقة يعني هو فنيا عاز أقول لها وده اللي عامله برضا محسن لما تيجي نتكلم ويمكن تكلمت في الإنترو هو مجلس ادارة النادي الأهلي كان دايما سبورت بالنواحة الفنية ونجيب لك لابن العصور زي ما بيقولوا من نواحة الفنية لكن على مستوى أنك تخرج بره إطار النادي الأهلي يعني ما بينك حسيني النادي الأهلي بقيمه والمبادئ والأسلوب اللي ماشي عليه سنوات سنين لازم كان لازم يتكلم معاه في النقطة دي بالذات بالزبط يعني حراك قلت مجلس الإدارة كان سبورت لا ده مجلس الإدارة أراهن عليه يعني كابتر محمود الخطيب تحديدا بعيد حتى عن مجلس الإدارة هو الأراهن عليه لأن اللي اختاره محمود الخطيب لعب الكرة وليس محمود الخطيب رئيس النادي لكن ما نختار موسيماني في التوقيت قبل مباراة نصف النهائي دور أبطال أفريقيا 2020 وكان ساعتها الأجواء شوية يعني مع كورونا بقى ومش عارفين إيه لا يحصل والمباراة أجلت اللي هو كان الأهلي اللعب الوداد وكان زمالك لعب وقتها ووفق يعني الأهلي راهن عليه أنه هو جاب مدرب من أفريقيا ما بتحصلش كتير في الأندية المصرية يمكن الشيء بالشيء يسكر مدرب نهد بركان فلوران أبنجي اللي هو كان مدرب فيتا كلاب كنغولي لما جابوه مدرب بركان كتب في الصحافة المغربية على طريقة الأهل المصري بركان يستعين بفلوران أبنجي بقى وما زالت على فكرة طبعا صحافة المغربية بعيد عن الأزمة طبعا بتاعت الأهل والوداد أو مباراة النهائي ملعب النهائي لكن دايما كانوا يتحصروا أنه موسيماني راح منهم أنه كان طول الوقت بيخاطب المغربة يعني ممكن يدرب الرجاء ممكن يدرب الوداد حتى لو مش الناديين الكبار ممكن نادئة وسط لكن الأهلي لقى الخط وخطفوا لأنه قدرت الأهلي كذا وكذا وعندي مكارات محتفظ بها بالمناسبة لأنه كان داما دي نقطة نجاح للكابتال محمود الخطيب لكن هو طبيعي طبعا لما بتيجي النادي الأهلي اسمك بيكبر فبتنور في ناحية الخليج في أي حتة تانية بيسعرك بيعلى ده طبيعي مش عايزة كلام يعني خصوة أن أنت حققت نجاحات مش في الضر المصر ده تحديدا مع النادي الأهلي على المستوى الأفريكي واسمك كبر وعلو وحقك ما فيش أي مشاكل لكن انت هنا ما خدتش بالك من قيمة النادي الأهلي ولغاية آخر لحظة برضو محسن أن النادي الأهلي بالاجتماع دوت اللي هو حط الخطوط العريضة ولكن في نهاية الاجتماع انت مستمر كل الصالحات الفينية ليش أي مشاكل وإحنا سبورت لك لآخر مرحلة بالظبط النادي الأهلي لما بيه ماشي بقى الموضوع انتهى اللي هو واضح كمان للناس ان هو التصريحات بتاع تقولها يا عم انت بتضرب النادي الأهلي ما ينفعش تقول التصريحات دي مش موجودة في الأهلي تحديدا يعني انت تطلع تخبط أو تقول حاجات ما ينفعش تقولها تصريحات طول الوقت طبعا ده مش سياسة النادي الأهلي ان هو مثلا يتأخر في العودة ان هو ما حضرش التدريب حتى لو كانت مباراة دور الـ 32 في كاس مصر المباراة المنافس فيها مش مخيف أو مش منافس قوي اللي هو مباراة المصري بالسلوم يعني الاهل المصري بالسلوم مع احترامل طبعا ليه لكن في النهاية انت في منظومة انت تتبع منظومة النادي الأهلي ما فيهش الكلام ده كله انت لما يكون بره انت موجود بره لانك مدرب النادي الأهلي يعني دي قيمة برضو يعني واضح ان هو ما خدش بالهم الحتة دي يعني ده من الأندية كبيرة يعني الشاب الشايسكر لما تيجي نتكلم مثلا يعني مش هراح بعيد من بابي مثلا الناس كلها بتقول انه فققت كتير جدا رغم ان هو مثلا مال للمال مثلا يعني راح للمال فاختر باريس انجربان اكيد فريق كبير ما فيهش كلام لكن فيه فريق تاني يعني لا يقرم بأحد اللي هو ريال مدريد فانت خسرت ريال مدريد الناس كلها بتتكلم انه خسر ريال مدريد رغم ان هو كسب مكسب مادية رهيبة وموجود في النادي الأكبر في فرنسا ونادي برضو طبعا مع التدعمات الأخيرة مرشق التاريخ طبعا التاريخ بيكسب في الاخر يعني التاريخ بيكسب وعندنا نمازج في الدور المصري في أندية طلعت وفي النهاية ما فيش حاجة يعني فيه لعبة حتى راحت الأندية وخسرت لانها بتخسر التاريخ لان انت موجود انت بتعمل تاريخ بتعمل تاريخ الأندية كبيرة كده الاهل الزمالك الأندية الرجاء الوداد الترجم دي الأندية كبيرة مفعشة تقارم بحد ريال مدريد على المستوى العالمي فانت انت النهاردة يعني بصراحة كنت قلت كلمة لما مسلماني بدأ يعني يلوش شوية في النادي الأهلي بقى الكلام ده مثلا أنا قلت هو الجالبية واسعة عليه شوية بالمعنى البلد النادي الأهلي فهو واضح أنه في الآخر يعني مش معلش في أقل معده دايماً يعني كل يوم بيثبت النادي الأهلي هو صانع صانع النجوم سواء هذا النجم إذا كان لعب كورة أو وصانع المدربين بالزبط بقى حاجة تانية يعني بقى حاجة تانية حتى ما نقول جزيء اسطورة التدريب في النادي الأهلي مع كاملة تقدرنا واحترامنا ليه ما كانش اسم كبير مثلاً في البرتغال قبل ما كتدربي يعني يعني قبل ما ييجي النادي الأهلي عمل طبعاً عشان مدرب زكي ويعرف يتعامل إذا البرتغاليين بالمناسبة هما الأنسب للقرى المصرية بالمناسبة يعني سواء منتخبات أو أندية هما بيعرفوا هي قريبة من شخصيت بيعرفوا بيعرفوا من هنا تقل الكتف شوف منتخب مصر مع كروش ومنتخب مصر ما بعد كروش عنيجي طبعاً موضوع تاني يعني من القمة للقاعد بكل أمان آه طبعاً لكن خلينا نتكلم بقى على طبعاً الكابتن سامي أمصان طبعاً مجلس إقدارة كل السبورت السامي أمصان في المرحلة اللي جاية شاف المرحلة اللي جاية ازاي نادي الأهلي عنده مباريات كتيرة عنده مباريات في الدورة مؤجلة عنده مباراة مع فيرامدس في الكاس عنده مباراة قمة أمام نادي الزمالك صحيح طبعاً يعني كمان هقولك الجهاز الفني الحالي طبعاً كابتن سيد عبد الحفيز مدير الجهاز الكورة سامي أمصان قائم بأعمال المدير الفني محمد شرف تم تصعيده بقى مدرب مع كابتن سامي أمصان مشيل يانكون طبعاً دي محلل أداء ده الجهاز تكليف طبعاً كابتن سامي أمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت وده طبعاً الجهاز الفني بالكامل ومنه طبعاً الجهاز الإداري عايز عرف الفترة اللي جاي انت شايفها ازاي يعني فترة أكيد فترة صعبة مش هنقول حاجة مباراة مؤجلة وانت مطالب انك تاخد الدوري على مستوى الكاس عندك مباراة مع بيرامدس على مستوى الدوري عندك مباراة مع نادي الزمالك شايف الفترة الجاي ازاي خلينا له أحراك فيه جزئين أو جزئتين ممكن نتكلم فيهم فيما بعد رحيل موسيماني رقم واحد طالما راحل سوماني على الإدارة أن تعجل بالمدرب الجديد عشان الوقت لا يسمع طبعاً وكل ما تجيبه يكون أفضل كل ما تجيبه بدر يكون أفضل على المستوى الجمهور حابة أطمن الجمهور أن ما فيش لا قلق تماماً على النادي الأهلي وحب أذكرهم في سنة 97 غالباً كان الأهلي كان بضربه راينر هولمان الألماني وكان عمل نجاحات والأمور ماشي كويس وهبه مرة واحدة هرب لو حركتها تذكر أو ترك مصر ساعتها كان فيه مشكلة ما مش بالنادي الأهلي كان مشكلة عامة فرحل وكان الأهلي مقبل تقريباً على مباراة غزل المحل المباراة دي لعبة بدون مدرب يعني أهلي اللعبة بدون مدرب كان طبعاً مع احترامي طبعاً للجهاز الفني كان أفراد الجهاز الفني المعاون كان الكابتن أحمد مهر تقريباً وبقية الأفراد الجهاز طبعاً قادروا المباراة لكن اللعبة في المباراة دي أبدعوا وكسبوا ممكن 3-0 على ما أتذكر يعني لأن لعبة الأهلي كبيرة والجهاز المعاون الكبير يقدروا ما فيش مشاكل فمن ناحية دي بطم من جمهار النادي الأهلي لكن مهم جداً أن أدارة النادي الأهلي تعجل بقدوم المدرب ليه؟ لأن النهاردة أنت مقبل على مباراة الديربي المباراة دي كلنا عارفين بسط نقاطه وبطولها لوحدها وأمور كتيرة الفوس فيها يعني مثلاً انفاس فيها النادي الأهلي بيبتعد بالصدارة اللي هي صدارة منطقية طبعاً النادي ليس صدارة لكن فرق المباراة اللي يكسب فيها مع المباراة دي المنافس لكن لو العكس حصل مثلاً الزمالك واللي كسب بتدي أمل المنافس بتاعك فبالنسبة لنادي الأهلي بما نحن بنتكلم عن نادي الأهلي طبعاً أن مهم إدارة النادي الأهلي تعجل بوجود المدرب حتى لو لمسكش مباراة الزمالك لو لم يقود لكن مجرد وجود مدرب وهيتابع المباراة دي حتى لو المدرجات بيخل اللعيبة تبقى أقوى يعني تبقى تلعب بشكل حفز أعلى شوية لأن طبعاً في مدرب جديد فإذا كان بقى اللعب فيهم مش موفق مع موسماني فعايز يبقى حزوزه أكتر مع المدرب الثاني وهكذا فعلى الإدارة أن تعجل المدرب وبطم من جماهيرنا دي الأهلي ما أعتقدش هيبقى في مشكلة فنية لحد طبعاً ما ييجي المدرب إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق أولاً لكابتن سامي أمصان أداءه أدود وكابتن سامي أمصان جوه المطبخ وعارف كويس أو اللعيبة وعارف إمكانياتها فكل التوفيق لكابتن سامي أمصان في الفترة اللي جاية وجهاز المعاون كابتن محمد شرف هو باقي الجهاز الفني والإداري خلينا نطلع لفاصل بعد الفاصل هرجع لمحسن ونتكلم بقى على منتقب مصر وما يعني مستنينه من مباراة كوريا الجنوبية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محسن عايزين نتكلم على منتقب مصر ونتكلمنا على منتقب مصر يعني الأمور ساخنة جدا وعلى ما تستفهم كتير جدا 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 لكن خلينا نتكلم الأول عن مباراة كوريا الجنوبية مباراة إن شاء الله بكرة مباراة مع فريق محترم هل إحنا فعلا مستعدين على المستوى الفني وعلى المستوى الزهني والنفسي نحن نلعب هذي المباراة ولا على أي مستوى مستوى هذي ولا على أي مستوى اللي بيحصل المتخب ده طبيعي جدا طبيعي جدا إنه يكون النتائج السيئة دي والأداء الهذيل اللي إحنا مثلا خسرنا 2-0 من أسيوبة المشكلة مشكلة خسارة خسارة وردها في كورتقانو لكن تبتخسر بأداء سيئة جدا وبتنجوا من هذيمة كبيرة جون ما تحسبش ليهم أو جون طبعا ما الصحيح كرة في العرضة درب الجزاء كان ممكن تحتسب ليهم أنت ممكن تطلع من المباراة دي بخماسية نظيفة مثلا ومتبقاش مفاجئة أنت الشطر أولاني تسع كرات للمنتخب الأسيوبة على المرمى وانت سفر كرات على المرمى يمكن أنا في صحيفة أسيوبية بعض المرشة كتبت نعم انتصرت أسيوبية يعني هما حتى مش بسدقين نفسهم أنت بتطلع بالشكل ده يعني بالأداء السيدة ده نتيجة طبعية طبعا للتخبط اللي موجود في اتحاد الكورة لا في مشروع ولا في خطة ولا في أي حاجة يو الموضوع يلا هات مدرب مصري يلا إيهاب جلال يلا كده يعني العاملية ماشية كده يلا هات هب يلا جبني إيهاب جلال ولعب طبعا نتيجة سائية جدا مش من المرشة أسيوبية من حتى المرشة غينية شوف المرشة احنا كسبنا ازاي احنا كسبنا بكورة باي لك خبطت غيرات اتجاهها دخلت وقابليها أصلا كان هم ممكن يسجلوا لولا لولا الرؤية بتاعت منتخب غينية كان يسجلوا كان يسبوك في الصادق قهرة حتى ده مش رأي الفني أو مش رأي مثلا خبراء كورة أو نقاد ريادين لا شوف رأي الجمهور نفسه الجمهور قاطع المباراة يعني المباراة الأمن سمح باربعين ألف متفرج انت ما حضرش ألفين تقريبا انتخب كوريا بيلعب معك عشان هو معهم غانا في المجموعة بتاعته في كاس العالم في أفريقيا مش المدرسة تارينا بالضبط يعني مصر وغانا كورة الأفريقية تقريبا شبه بعضها فبالنسبة لهم هم عشان كده مش أكتر لكن انت يلا زي ما شفت بقى أعداد مش عارف كم واحد رايح وأما حاجة البدل وأهم مش المرش يعني مش المرش وما رايحين يتفرجوا على سولي لكن يبقى بعد كل الأحداث اللي يمكن السخنة في الفترة اللي فاتت يمكن يعني موقف أعتقد موقف جيد جدا ان الكابتن إهاب جلال أفعل على اللعيبة بشكل أكتر من رائع ويمكن نتكلم معهم وقال لهم احنا في مهمة رسمية احنا في مهمة وطنية اللي قدامنا كل الناس تنسى كل الأحاديث وكل اللي فات دوت احنا قدام مهمة وطنية وده شيء مهم جدا واعتقادي كمان فيه سبورت من اللعيبة لكابتن إهاب يعني فيه حالة من حالة السبورت لكابتن إهاب ممكن جدا هل ده ينعكس بكرة في المباراة نشوف روح دايما النزمة بين قسين كده تتكلم من منتخب مصر كانش عنده روح حتى روح العودة للمباراة في مباراة أسيوب هل هنشوف شكل مختلف على مستوى الأداء منتخب المصري بكرة رغم الغيابات الكثيرة هنتكلم فيها أنا وأنت مفترض يا كابتن مفترض أن أنت النهاردة الجهاز الفني بقاتة كابتن إهاب جلال واللعيبة كلهم سيئين جدا وما فيش أسوأ من كده أنت وصلت لقاع يعني أنت وصلت لقاع ما فيش عندكش أسوأ من كده حتى مجموعتك أنت الرابع فيها يعني ما فيش ما فيش بعد كده أنت وصلت الرابع يعني خلي بالك الرابع بس كل الفرق بنفس النقاط ما لما نقول الأسماء يبقى عار يعني ما نقول الأسماء يبقى عار فأنت الرابع في وجواتك فأنت وصلت لقاع فأنت عندك فرصة جات لك مباراوة دية ممكن تقدم فيها مش هقولي النتيجة اعمل اللي عليك اعمل عليك قدم لي شكل كويس جدا ووضح وضح أن عندك خطة أن أنت قاري المطش كويس أن أنت طلعت فلان ونزلت يعني يبقى فيه فكر واللعيبة تعمل عليها ففرصة جهبية كبيرة جدا طبعا الناس مش هتحكم طبعا بالقطع لكن علي قاله لما تقدم شكل كويس طميني طميني أنا أن المنتخب ممكن يجي منه لأنه من حسن حظ المنتخب ده أو الجهاز الفني ده أن المنتخب ما عندهش ارتبطات قبل سنة قصدي مش ارتبطات ما عندهش سبتمبر أقصد ما عندهش رهان كبير قبل سنة يعني أنت المجموعة بتاعتك الست مرشدات اللي تلعبهم دول سيوبا رايح جاي غينية ما عرفش المرش الملاوي يعني كلها ما تشد عيفة برضه ما احترم يعني فكل دول هيكملوا حتى يمكن بعد كس العالم لكن الرهان الأول لك كس الموء أفريقية عشرين ثلاثة عشرين بعد سنة في كودوفار ده الرهان القوي اللي احنا قريدي إن شاء الله متأهلين ما هو يعني منتخب مصر أكيد هيتأهل إن شاء الله يعني بأي مجموعة لكن أنت الفترة دي مطلوب منك الديني يعني حسن يعني مثلا هل ده هل مباراة بكرة ولو المنتخب المصري ظهر بشكل جيد نتكلم بشكل جيد على مستوى الروح على مستوى الأداء على مستوى الفني هل ده يكون كمان سوبرت لكابتين إهاب جلال إنه ممكن يكمل الفترة اللي جاية هو مفترض ده مصح إنه نعمل بالقطع لعب مانشا كويس فانشيل أو كده لكن ده أصبح أمر واقع يعني الناس لما حملت قوي بعد هزيمة سيبي طلع جمال على مرئيس الانتحاد وقال لك أهنا مش عارف حزي مهمة مباركات بيدوروا بيدرسوا سيبيات أو سيرة زي كالة لبعض المدربين الأجانب ده معنى أنه هيقال وده هيبقى مؤكد في حالة الهزيمة مع أداء سيء أو الهزيمة بنتيجة كبيرة أو الناس كلها متوقعها بالمناسبة يعني لكن إن حدث العكس واللعيبة قدروا ينطفدوا نفسهم ويبقى عندهم يعني شوية دم يعني بلغة القورة كده أنه يلعب يعني يلعب بشكلك أنت برضه اسمه منتخب مصر مش إلا أنت من من شوية لسه لعب نهاية كاسران أفريقية وخسران بضربات الترجيح وخسران التأهل وكاسر العالم بضربات الترجيح يعني في الأول في الآخر اسمه ضربات الحظ يعني بعيد عن التوفيق وعدم يعني دايما دايما بتكلم فيها محصن دايما من مشجع المصري اللي بيحب بلده دايما بيحب يشوف ولاد بلده محروقين في الملعب يعني إحنا آه زعلنا شوية حتى لما خسرنا البطولة الأفريقية النهائي لكن الروح العالية خلتنا خلتنا مبسوطين بالفرقة وكنا هنطلع نقابلهم في المطار وحنبقى نديهم حقهم كذلك على مستوى كاس العالم يعني حتى وصلنا لهذه المرحلة الناس كانت مبسوطة من الروح هقول لحركة الحاجة الشيء بالشيء يذكر في الحتة بكلمة على مصر منتخب الجزائر منتخب الجزائر كان حامل لقب البطولة الأفريقية 2019 واخد بطولة حتى كاس العرب بالصف الثاني وبعدين لما جاء في كاس العرب الأفريقية خرج من الدور الأول وهزمته كانت عادل تقريبا مع سروليون تغلب عارفش من غينيا للسوائية ولا شعارفت غلب من كودفوار يعني خرج من الدور الأول بشكل مزر جدا الكل هناك قدوا صبرت الجمال بالماضي واللعيبة خلاص ما فيش أي مشاكل هل عندنا مهمة بعد أقل من شهرين كاس العالم وكاس العالم طبعا شفت خرجوا ازاي بشكل دراماتيك رهيب جدا دقى 123 بيخرجوا على أرضهم ومع ذلك كمل 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 النتيجة كانت إيه يا كابتن لما شفت أنا شفت الماضيين بتوحهم أول مباركة على أرضهم أغندا كانوا بيلعبوا أغندا كسبوا 2-0 ولا دقى ما كانش مقنع بس دقى ما كانش مقنع مش عشان المنتخب سيء لا واضح أن كان عنده هزة نفسية طبعا بعد ما حصل خرج من كاس العالم بالضبط بالشكل ده مش خرج من كاس العالم بالشكل اللي خرجوا بيه الماضي التاني كانوا اتحسن نسبين لعب تنزانيا في تنزانيا وكسب 2 طبعا ما احترمي طبعا المنفسين مش هما اللي قدر قاييس عليهم لكن فيه تحسن اللي أكد لي ان الاتحاد الجزائر كان عنده حق في الإبقاء على جمال بالماضي ماتش مبارح لعبوا مبارح ماتش ودي مع إيران في قطر وما كسبوا 2-1 بس إيه الروح كان عندهم عالية جدا أشرك لأول مرة سبع لعيبة بيلعبوا مع المنتخب لأول مرة ومع ذلك الفريق قدر يهزم منتخب كبير زي منتخب إيران لعبوا كو يعني واضح من الكلام اللي انت بتقوله ان فيه شغل معمول فيه مشروع فيه مشروع احنا فين المشروع بقى المشروع كان عندي الكروش يا كبير دايما بتكلم في موضوع المشروع وأكيد كل اللي بيسمعونا دلوقتي يزهق بقى من موضوع سمعنا كتير أول مشروع لكن هو ده الصح يعني حتى على مستوى الكرة الجزائرية جمال بالماضي بيلعب سبع لعيبة لأول مرة يلعبوا مع المنتخب في مباراة قوية منتخب إيراني منتخب قوي شفنا حتى على مستوى على مستوى أوروبا طبعا على مستوى منتخب إيطاليا فيه فرقتين لعبوا فيه خلال أربعة أيام منهم سبعة ثمان لعيبة أول مرة يلعبوا في المنتخب الإيطالي متوسط عمرهم تسعتاشر سنة فيهم ولد لسه أول مرة حتى الناس تشوفهم تشوفوا في إيطاليا ولد ممتاز عنده 18 سنة بيلعب في زيوري وكان بيلعب في الإنتر ففيه حاجة بتحصل وفيه مشروع ودائما أنا عندي مثال صغير كده محسن أنا دائما بقول أن الكرة المصرية كده عاملة زي العمارة الكبيرة اللي شكلها حلو أو بتيجي هزة بتهز العمارة شوية فإحنا بنعمل إيه تدهن الدر الأخير وتلمع العمارة فتبقى شكلها حلو بتيجي هزة تانية يا جماعة العمارة أيلة للسقود العمارة أيلة للسقود إحنا فاضع خطر جدا لما يكون عندك عمارة أيلة للسقود أنت بتعمل إيه ما بتصلحش الدور الأخير اللي هو ما بتصلحش بس المنتخب الأول أنت بتصلح الأساس بتاع العمارة عشان العمارة تمسك نفسها ويبقى حتى الدور الأخير للناس اللي قاعدة فيه اللي هو المنتخب الأول منتخب صلب مش خايف من حاجة فهو يعني مثل كده ان هو حالنا دلوقتي وحال ده المشروع هل ننتظر مشروع هل ننتظر ان في حاجة جاية خلال الاربع سنين اللي جاية لا ده عاز اقول له حركة الحركة ده ربتم سلمة طب قرى عالمية اوطاليا ده ده حتى الرسال جاية لهم الامثال جاية لهم من اوروبا يعني اعلى صفقتين تموا لحد دوقتي في اوروبا الاتنين اللاعبة اتنين وعشرين سنة وعشرين سنة نونيز وتشاوميني بتاع الوراح ريال مدريد الصغيرين لان الاستثمار في الجواهر ده ده اللي جاي ده اللي جاي عواضح ان عندهم مشروع ليفربول عنده مشروع ما ايجي وقت الكلام نتكلم عنه وريال مدريد عنده مشروع من سبع سنين معلومة بالضبط انت بتعمل مشروع فانت النهاردة هات اياب جلال يلا الموضوع خلاص بقى اياب جلال بكرة فشل خلاص ماشي اياب جلال بقى واحد اجنبي يعني يعني اهو فعلا اي كلام انا كنت عايز اجمل الكلمة فعلا اي كلام انت بعدكش مشروع ما عندكش خطة ماشي عليها عشان كده بقول له حضرك ليه ضربت مثال بالجزار لان ما يكون عنده مشروحة زي جمال بالماضي هو مسك المنتخب وعنده مشروحة رغم عدم رضى النقاد الرياضين وحتى الخبراء الكرة الجزائرية بنتقودوا بشكل صارح جدا في الاستوديات هو ممكن حتى الدائم من ده بس في النهاية ده متاح هي دي القوة برضو خطة بارد هي دي القوة انك اه انك طالما عندك مشروع وانت شايف ان هذا هذا المدرب والمدير الفني قادر على تحييه هذا المشروع معي يحصل ابنز داون يعني هيطلع شوية وينزل شوية ولكن طالما عالطري الصحيح خلاص بالزبط وعندك مثال تاني مش بعيد برضو المغرب يعني لازم اتكلم عليها ليه بقى عندك واحد زي واحد خلو زرش صعادهم كاس عالم ولكن هو النهاردة متعنت بشكل كبير جدا ضد النجوم نصر مزراوي اسمه حاكم زياش واعتقد حمد الله اللي هو بتاع اللي هو بيلعف السعودية التلاتة دول لاجنة عنه متحديدا حاكم زياش فهو متعاند بشكل بصراحة اوفر يعني حتى ايه كان فاوز الاقشاء رئيس الحال المغربة كورتا القدم قال انا هعود مع التلاتة اللي هم التلاتة لعبه ان شاء الله انقربوا جهات النظر لانه الجمهور المغربي يهموا يشوف اللعبة دي لا ده افضل اللعب عنده يشوفهم في كاس العالم فهو رده قال انا ما يعنينيش الكلام اللي قاله فاوز الاقشاء وانا بالنسبالي لو مستعدة مش بكرة ما عنديش مشاكل هو شخصته قوية طب ماشي ما هو في النهاية احط نفس مكاني المواطن المغربي انا بالنسبالي ده اسمه منتخب المغرب وليس منتخب وحيدخلو لزيتش فعشان كده رغم من النجاحات اللي بحققها مكسبان المباراة الاولى ضد جنوب افريقيا المجموعة بتاعته يعني والنهار ده عنده مباراة مع العبارية اعتقد النهار ده اخر يوم او اخر مباراة اعتقد انه اخر مباراة لي اعتقد اخر مباراة لانه حتى الناس ردوا على يرد منطقة قلوهم انا وصلتوكو كاس العالم فقالوه انت خرقتنا من كاس افريقيا بقى ده هزيل جدا قدام مصر وخسرنا اتون واحد وحتى في كاس العالم انت اهلتنا قدام فريق هو الاضعف كسب كونغو تعادلت معه برا واحد 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 وكسبته في المغرب اربعة واحد واتقاهلت يعني ما انت مخدتش مثلا من مصر من تونس من السنغال انت اهلتنا في مارش عادي جدا يعني كونغو كونغو لسه خسرنا من المنسبة من سودان اتنين واحد في المجموعات يعني دلولوك اقول ان ده مش ده مش مبرر انت انت في النهاية لعب اللعبة دي يعني اه كان فيه طاطش ومدرب شخصيته قوية جدا لكن في النهاية انت اللي تكسبه لعبه اه انا معاك اتما اللعبة تجي تحتزر لك وفوز الاقجاء قال انا هجيب الثلاثة ونقرب وجهة النظر عشان يهد الرأي العام الرأي العام في المغرب مش طايق وحيت خلو زيتش بسبب النقطة دي يا عم انت عندك لعبة كويسة هات اللعبة كويسة مع المجموع اللي عندك أشرف حكيمي والبقية يقدروا يعملوا مرشاك كويس على الأقل يعني لكن هو متعند فهيمشي اعتقد نهاردة اخر مباراة لين نهاردة هكون مباراة ليبيريا في الجولة التانية في المجموعة بتاعتها والمجموعة الهداشر اللي يكون لها تلاتة يعني مصر جنوب افريقيا والمغرب وليبيريا بعد طبعا السبعات زنبابوي لكن ومع ذلك هيمشوه ليه بقى لانه واضح انه مش عنده مشروع وده رجل متعنت وفي اللعبة كويسة هو المتعنت فبرضه هيمشوه انت تاخد العبرة من منتخب المجرب واخد العبرة من منتخب الجزائر منتخب الجزائر كمل رغم المهازل اللي حصلت انت انت ما عملتش انت مكنش واضح عكساز الجزائر نفسينا برضه محصول نلاقي في المنتخب الاول كده نشوف على مستوى مستوى للشباب مستوى يعني اللي بلعبه في منتخب الشباب والمنتخب اللي هم باللي جاي في الفين واحد نفسينا يكون في استراتيجية ان المدير الفني لازم يكون عارف ان على الاقل تاخد تلاتة من هذا المنتخب ويبدأ ياخد خبرات مع المنتخب الاول وهو صغير انا بكلمش هو صغير ده صغير دلوقتي في اوروبا بقى 17 سنة جاي بيلعب منتخب اسبانيا الاول وهو عنده 17 سنة وامثلة كتيرة جدا نفسينا نشوف في المنتخب الاول نشوف عناصر مش هتديك دلوقتي لكن يعني السنة اللي جاي يكون عنده على الال 20 مبارادة ولية وبالتالي خلاص انت بتبني عملية البناء عندنا بالاسف مش موجودة احنا ليه احنا ليه واخدين وقت طويل جدا مع رونالدو وميسي يعني رونالدو من بداية الالفية بيلعب مع مانشستر رونالدو وميسي ظاهر من بردو من اواخر الالفية ليه موجودين مع الان هما لعبهم وصغرين يعني 19 سنة على 18 وكانوا موجودين مع الفريق الاول انت بتتكلم على اسماء يعني دول اساطير ماشي بس واخدين في كله يا محسن انا بفتكر ان توني كروز في كان موجود في مصر في كاس العالم للشباب 2009 كانت المانيا بمجموعة الكاميرون كانت البعاوة في الاسماعيلية شكل التطور بعدها بأربع خمس سنين بقى متواجد في باير ميونيخ وبعدين ريال مادريد هو ده اللي بتكلم عليه وفي نفس الدورة دي الاجيال دي فين كاسياس في اسبانيا وكان رونالدانيو في المنتخب البرازيين في المنتخب البرازيين كانوا صغرين بس كانوا جايين لكن احنا انت هنا بياخد من وش القفص زي ما بيقولوا طبعا ده ما يصح حشان انا جاي النهاردة اختار لعبت الاهل والزمالك واللي هو محمد صلاح على ترزيجية عنني وهات افشا هات محمد شريف هات مش عارف طرق حامد الهم اللي قدامك ده بقاتل انت من تحت ما هو دوت برضو يا محصن يعني بنعذر برضو المدير الفني لان هو السوشيال ميديا للأسف بقت متحكمة بشكل كبير جدا في المواضيع وانت لازم يكون عندك يعني رؤيتك الخاصة لو انت شايف ان في الوقت اللي جاي احنا نعتمد بشكل او باخر نجيب خمس ستة ولاد عندنا منتخب كويس او في 2003 او 2006 مش لازم يعني نستنى عليهم لغاية ما نكون عندهم 24 او 25 سنة تديهم خبرات وتديهم والناس هتبدأ تستحملك لانك انت حاطت فيجن حاطت رؤيا يا جماعة الولاد دول بديهم عشان خلال سنتين ثلاثة هيبقوا هما عندهم عندهم السقة وعندهم القوة وعندهم عندهم عندهم يمثلوا مصر بشكل افضل فهو ده للأسف اللي نقصنا هنقش معاك على مستوى كمان انت قلت اسمين على مستوى المركاتو وطبعا المركاتو طبعا في اوروبا مشتعل بشكل كبير هنعرض لحضراتكو اهم صفقات المركاتو او يعني ترانسفير ويندو في اوروبا بعد الفصل اهلا بحضراتكو مرة تانية في المحترف وزي ما اقول لحضراتكو المركاتو السيفي مشتعل في اوروبا لكن قبل ما اتكلم معاك محسن على المركاتو وانتقالات اللعيب الكبار على مستوى الاندية الاوروبية النهاردة يمكن الحقيقة النهاردة نادي ريال مادريد الاسباني عمل حفل كبير جدا في سانتياجو بيرنابيو طبعا الاستاذ العظيم في مادريد عشان يودع نجمه البرازيلي مارسيلي بعد 15 سنة في هذا النادي تاريخ كبير جدا جدا لهذا اللعب بطولات كبيرة جدا جدا يمكن ما انتقلش من ساعة ما انتقل من البرازيل لاوروبا عن طريق ريال مادريد ما انتقلش اي نادي تاني حتى في الاوقات اللي ما كانش بلعب فيها بشكل مباشر لكن يبقى نجم كبير جدا جدا والنهاردة شفنا الحفل زي ما حضراتكم شايفين وكمان اكيد الدموع يعني دموع طبعا 15 سنة في النادي الملكي تاريخ كبير جدا جدا رأيك ايه في الاحتفالية ديت ورأيك ايه في هذا اللعب والنجم الكبير حتى في وقت من الاوقات لما بيحس ان هو حتى ما بلعبش في صفة مستمرة لكن عارف قيمة الكيان اللي فيه وعارف في تاريخ هذا النادي شفت الاحتفالية ازاي محسن الاول قبل اي حاجة كابتن شوف هو لما جاء في 2007 ازام 2007 لما جاء لنا ريال مادريد جاء طبعا مكان واحد يعني المشكلة كانت كبيرة بالنسبة له جدا يعني ريبرتو كارلوس يعني ريبرتو كارلوس كان افضل واحد طبعا في الجبل يسرى اللعب البرازيلي الكبير اللي كلنا بنحبه وعارفينه فهو جاء بصراحة كان اي حد يعني اي حد يجي مكان ريبرتو كارلوس الكل هيبقى مشفق عليه كان مستوىع عالي جدا لكن هو بالامانة يصل به الوقت ان هو كان افضل ظهر ايصر في العالم يعني مع طبعا فاوك تقول لك الريال لما خد معهم درق ابطال ثلاث مرات او اربع مرات الربع يمكن ما كانش دور قوي لكن قبل كده كان على طول ليه الاخير قصدي ما ليش دور قوي لكن السلاسية اللي ورا بعض مع زيدان وقبل كده مع كارلو انشلوتي بتاعة الفين واربع تاشر اللي فتحت الباب يعني وحتى بطولات الدوري اللي يخدوها او البطولات اللي يخدوها كان هو ليه دور كبير جدا كان بيبقى حتى بعض المقاطع على اليوتيوب اللي هو بيوقف الكرة ازاي هيا جامل يعني كان نموذج للظهر الاسر في العالم يعني حط مرسله نموذج قدامك وقس على اي حد طبعا هتقس لو حطيت من افضل ظهراء الشمال في العالم على مستوى التاريخ اكيد هيتحط واحد واحد منه طبعا اكيد طبعا اكيد هو كمان على مستوى على مستوى الشخصي يعني يحظو احترام الجميع من جماهير ريال مدريد هذا اللاعب اللي استمر 15 سنة من 2007 بينتهي طبعا ارتباطه بهذا النادي نشوف مرسلو قال ايه بعد هذا الوداع الكبير لنجم كبير البرازيلي مرسلو عندما غادرت البرازيل كانت خطتي هي ان العب لنادي كبير في اوروبا وان افوز بلقب دور ابطال اوروبا عشت حياة مثيرة رائعة منذ ان انضممت لريال مدريد في السن الثامنة عشر كانت زوجتي يومها في السن السابعة عشر في ذهني كنت ادرك انني يمكن ان اكون احد افضل اللاعبين واليوم اغادر النادي كاللاعب الذي فاز باكبر عدد من الالقاب في تاريخ افضل نادي في العالم ذكرت في سانتياغو بيرنابيو ان مستقبل ريال مدريد يبدو جيدا يمكننا ان نثق في مستقبل النادي فمستقبل ريال مدريد واعد كما هو الحال دائما اود ان اذكر بان ابني يلعب ضمن فريق الشباب اتقدم لكم بالشكر جميعا اليوم ليس يوم حزن ولكنه يوم سعيد لقد حضرت للنادي وانا طفل والان اغادره وانا رجل انا سعيد للغاية شكرا لكم التاريخ كبير جدا جدا وهو زي ما بيقول كمان ابنه بيلعب في نادي ريال مدريد في طريق الشباب وزي ما انت قلت حتى على مستوى التاريخ اللي عمله مع ريال مدريد مميز جدا مميز وبعدين هو كمان يعني هو احترم الاسم الكبير اللي هو في يعني عشان كده في بعض اللعبة للأسف بيعت تاريخها بسبب حاجات زي كده يعني لابد نحن نذكر مثلا لعب قيمة فنية عالية جدا ولي سليمان بالنسبة النادي الاهلي انه هو ماشي في السكة دي يعني مع ما شافش مثلا اغراءات مادية رغم انه كنته المهرية العالية جدا والفنية العالية جدا ومع ذلك فيش اي مشاكل خالص بيقعد احتياطي انطلب موجود ما فيش اي مشاكل وقت ازان اي ممكن اهلي في كسام الانديا لما كان عنده مشكلة في السكواد بتاعه لما كانت اللعبها مع المنتخب الدوليين كان منزل فوقات معينة وكان بيبقى لي دور معين يهد اللعب بحكم طبعا السن اكيد لكن اه ما فقدش كنت النادي الاهلي ده اي هو اي عسلوه اي زي ما رسله هيلعب في الريال مادية ده يروح فين يعني انت موجود انت ربنا كرمك بقيت فاكبر نادي فم تسيبوش بقى يعني ما فترض ان انت ماتسيبوش يعني اكبر من كده تروح فين الامور لا تقص بالمال بقى في الحتة دي زي ما كنا بنتكلم من شوية على مسلماني كده في بداية الكلام يعني الحاجات دي ما بتقصش يا جماعة بالاموال لان دي القيمة يعني دي حاجات قيمتها فيها يعني لا تقدر بتمان بفعش مثلا ايه عشان كده الناس يمكن بكرر الحركة الناس بتقول مثلا ان بابيه اخطأ ما هو اخطأ واخد ارقام رهيبة جدا مدعفة اللي كان ياخده في ريال مدريد وفي نادي كبير برضو باريس سان جرمان لكن لا انت التاريخ لا يضاهي يمكن طبعا مع الفارق طبعا بابيه لسه 23 سنة لكن على مستوى كمان الانتقالات ما نكلمش على العبن نكلم على مستوى المدربين طبعا قالت بوكتينيو طبعا المدير الفني الارجنطيني لباريس سان جرمان قالتو وهل كانت بالنسبة لك مفاجأة كمان خلاص بوكتينيو بعد خلاص هو بينتهي وبيرحل عن باريس سان جرمان هل هل زين الدين زيدان هو الاسم المطروح لمشروع القادم زي ما اتكلم طبعا امبابين هو بيكلم على مشروع واهم هدف تاني في المشروع هو الحصول على دوري ابطال اوروبا لا هو الهدف الاول للمشروع يعني عشان كده او بالظبط ما هو لو بوكتونيو ميش ليه عشان ما خدش دور ابطال اوروبا يعني هم دائما يفضلوا يجربوا وما جابوا لعيب كل عالم خلاص عنده نيمار عنده ميسي عنده مبابين عنده ديمارية عنده كل حق حتى حراس المرمى عنده دوناروما يعني عنده على كل المراكز ولم يخسر نهائي او يخسر بطولة ابطال اوروبا يقول له قدام بقى الكبار يعني مرة قدام الستي واخيرا قدام ريال مدريد يعني بتلاقي داما يخسر قدام الكبار هو رحيل المدرب طبيعي جدا ومنطقي تماما لانه لم يحصل في النهاية على دور الابطال يفوز بطولة الدور الفرنسي عادي جدا الكسفة عادي جا فيش اي مشاكل في الكلام ده كله لكن المعضلة بالنسبة لهم البطولة القرية دور الابطال لم يفوز بها فخلاص يرحل واعتقد ما طبعا المحااستbinary مع زين الدين زيدان اذا كان في مشروعي يبقى طبعا زين الدين زيدان هو الاقرب هو الاقرب هو الارب اذا السيباردو زيدان فكره كده يعني زي جماعته على ريال مدريد يعني بيروح دايما للكبار يعني تلاقي حتى ما دربش بعد ريال مدريد وقبل ريال مدريد كان كان في رديف الرديف بتاع النادي ريال مدريد نفسه عشان كده لما جاء لما طلع تطلع مع الشباب اللي احتلوا اوروبا ثلاث سنين وربعة مع كواكب الكبار او المزج ما بين الخليط ما بين الكبار والصغار فاعتقد لو كان في مشروع يعني يبقى يبقى زين الدين زيدان ويكمل الموضوع مش بين يومه ومش بين يومه ليلا يعني المشروع بيبقى مستمر يا جماعة عشان كده اعتقد ان طبعا زيدان هو الارب ورحيل بكتونيو طبيعي جدا وعادي جدا ليس مفاجأة مش مفاجأة بالنسبة لك وفي اعتقاد الشخص ان طبعا زين الدين زيدان اعتقد حيكون عنده يعني اولوية كبيرة جدا لانه كمان فريق متكامل ينقصه بس دور الابطال وطبعا دور الابطال زيدان عنده خبرات فاز بهذه البطولة ثلاث مرات متتالية في انجاز كان كبير جدا طيب على مستوى اللاعبين طبعا هالند وانتقاله للمان سيتي لا طبعا دي صفقة حسمة من بدر يعني حتى كانت قال برشلونة كانت قال ساعتها الريال لكن طبعا ما رحش لدينا ورح طبعا السيتر رح برقم كبير جدا 75 مليون اعتقد طبعا بصراحة المان سيتي بيدعم صفه بقوة يعني فعلا المان سيتي يستحق دور الابطال لانه بصراحة من اقوى انديوة اوروبا يمكن حتى بيخسر بيصالش في البطولة دي وعامل زي باريسان جرمان كده لكنه حتى اقوى من باريسان جرمان يعني فريق متكامل بكل امان هلند كانت الحل المقصة لفريق جارديولا يعني دايما بنتكلم انه كان بيلعب بدون راس حربة تارجت سترايكر هلند هو هلند هيحل المشكلة ديت هيحل المشكلة حتى سمعنا ان جيزيوس طبعا هيمشي يروح الارسنال وبالتالي صفقة زي ديت تقول خلاص ان انت بتجود طبعا مش عايزة كلامنا طبعا هو افضل من خيسوس يعني هيكون افضل منه بكتير طبعا هلند بصراحة المستقبل الفترة اللي جاء بعد نهاية بقى حكبة ميسي ورونالدو او خفوط الدق بتاعهم مع ظهور طبعا صلاح والبقية هتلاقي الدور اللي جاء ده وقت على هلند وبقية النجوم اللي هما بيطلعهم من ريال او من برشولة لكن هلند طبعا اكيد هيديف تماما يعني بصراحة الكتيبة دي هي مش نايسة حاجة بصراحة لكن لما يتحطي لها كمان هلند لأ طبعا هتنور اكتر يعني لان برضو الفوز بالدور الانجليزي هنقول مثلا السيتي بيفوز لكن بيفوز معلش بفرق نقطة بصعوبة برضو العملية مسهلة يعني تعادوا ليطلقي خسار البطولة فعشان كده العملية مش مسهلة الدور الانجليزي صعب جدا قوي جدا الفوز به بصراحة وضاهي حتى يعني مش مجرد فوز بالدور العادي مش الاسباني ولا الفرنسا ولا ده هو اعلى بكتير حتى على مستوى الدور الالماني طبعا حضراتكم عارفينه هو منتقل من بروسيا دورتموند ولكن شتان منش هنقول الفوارق اه اكيد من فوارق كبيرة الدور الالماني محصوم بشكل كبير دايما للبايرن والدورتموند يعني بيلعب دور الرجل الثاني لكن على مستوى البريمير ليج زي محسن مقال دايما في النهايات يعني النهاي البطولة ممكن تتحسن في الدقاءة الاخيرة تعالوا مع حضراتكم انتها هنطلع فاصل وبعدها كمان نشوف هالند قال ايه بعد نمامه للسيتي اهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا نتكلم على الاعلان الرسمي للمان سيتي بقدوم هالند اللعب النرويجي القادم من بروسيا دورتموند وماكينة الاهداف هل سيكون على نفس المستوى بالانتقال من البونديز ليجا للبريمير ليج وما ادراك ما البريمير ليج لكن كل الناس وكل النقاط بيقولوا هي الحلقة اللي كانت ناقصة جارديولا وجود هذا اللاعب تكتمل للحلقة ويكون طبعا من اقوى الفرق على مستوى العالم لكن تعالوا مع بعض كمان نشوف تصريحات وهالند قال ايه بعد الانتقال للسيتي انا ولدت في انجلترا لقد ظللت اشجع سيتي طوال حياتي واعرف الكثير عن النادي اعتقد في نهاية الامر العاملان المهمان هما انني احس بانني لست غريبا هنا وان بامكاني ان اتطور وان اقدم افضل ما لدي مع السيتي اخترت ان اتي الى هنا تعجبني طريقة لعبهم تعجبني الكرة الهجومية واعشق الايجابية التي تسود في مباريات مان سيتي هذا ما يعجبني كثيرا اعتقد ان هناك تطابقا حقيقيا بيننا كما قلت اعتقد بانني يمكنني ان اتطور كثيرا تحت اشراف بيبي جوارديولا في هذا النادي يمكنني ان اتحسن في نواحا كثيرة وان احرز اهدافا كثيرة يعني تصريح رائع جدا جدا هاخد رأيك فيه ان هو حتى على مستوى بيكلم ان هو لسه ما وصلتش لسه هتطور نفسي وان جوارديولا اكيد هتطور من مستوى اتكلم كمان ان هو مولود في انجلترا وبالتالي تأقلم بالنسبة له عادي جدا وهو يعني مولود هناك الجزء الثالث هو كمان من هو صغير ويمكن على وسائل التواصل الاجتماعي كان فيه صور محسن وهو لابس تشيرت المان سيتي وبيشجع المان سيتي من هو صغير رأيك ايه في التصريح دي وتوقعاتك على مستوى وجود هالند في المان سيتي دي بداية مباشرة جدا وبداية جيدة الهالند في الدور الانجليزي مش بس في الستي وتوقع له ان يكون نجم فوق العادة في الدور الانجليزي لانه واضح انه هو مش جاي انا نجم كبير ده اللي عجبني بتصريحاته يعني واضح انه هو جاي حتى ولك جاي تطور على ايد بيب جردولة يعني فاني الثقافة كبيرة اول لا 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 عشان كبير اقول الحركة دي بداية موفقة جدا واحنا في انتظار توهج موهبة هالند في الدور اللي احنا كلنا بقى منفرج عليه يعني الدور الالماني ممكن نشوف ممكن ما نشوفش لكن كلنا نفرج على الدور الانجليزي في حتة تانية طبعا فاحسن الاختيار وكويس انه راح الدور الانجليزي حتى لو السيتي مش مشكلة بس احنا يعني ان شاء الله منتظرين متعة حقيقية ده اضافة للدور الانجليزي بكل احنا في الشك كمان على مستوى ليبر بول كمان نونيز طبعا نونيز اه لاعب بنفيكا البرتغالي وقدومه يعني الاثنين جايين بمئة مليون تقريبا مئة مليون يورو مبلغ كبير جدا خمسة وسبعين خمسة وسبعين نونيز خلص بخمسة وسبعين طيب على مستوى يورجن كلوب سريعا هل هو كمان بعد طبعا خروج ساديو مانيه من منظومة ليبر بول هل هو الحلق الافضل في خط هجوم ليبر بول للموسم القادم ده ما كان يبحث عنه يورجن كلوب لانه دايما بيدور عينة معينة من اللعيبة بيطور اداءها هو يضمه السنائية دياز و جوتا زي ما كان عمل قبل كده في البداية مع ساديو مانيه ومع صلاح في البدايات يعني بيطور بين اداءهم طبعا ومالعباء اكيد كبار بلا شك لكن هو لو تلاحظها تلاقي الاسفصمار في الجواهر الصغيرة يعني اللي بي عنده 22 سنة احساياتي بتقوله انه 34 هدف 41 مباراة في الدور البرتغالي منهم 26 هدف في الدوري بخلينه طبعا هدف الدوري النوعية دي هي اللي بيدور عليها يورجن كلوب اللي هو يقعد بيجيب القيمة دي ويقدر يشكلها زي ما هو عايز فهو يضمها لسنائية دياز وجودها يبقى عندنا السلوسة دي تعود طبعا غياب سادي ومانية في ملو الموضوع انتهى يعني ويقدر يعني هيوازي ان شاء الله قوة السيت بكل اماناتي محسن بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتكو دي كانت نهاية حلقاتنا النهاردة من محترف كل توفيق يا رب لمنتخبنا والكابتن إهاب جلال بكرة في مباراة أمام المنتخب الكوري كل التوفيق لمنتخبنا وان شاء الله نعمل مباراة جيدة بإذن الله تليق باسم مصر واسم مصر الكبير على القرى الأطفية معادي مع حضراتكم ان شاء الله الخميس القادم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف